بسم الله الرحمن الرحيم نكلم ونكمل الكنيكتش ونكلم على types of fibers وهذا في 3 types of fibers number one collagen fiber الياف الكولاجين ده بتبقى white يعني لونة أبيض وتبقى flexibility عند ده نوع من المرونة نوع الثاني elastic ولونه أصفر وهذا من الاستين الكولاجين مصنوع من المدقة那個 الاستين نوع الثالث وده يكون ثينونتوورك ومصنوع من ال حزم لكن ده بيكون شبكة من الألياف عشان كده النسيج بيسموه النسيج الشبكي ده بيبقى single وbranched and made up of elastine مصنوع من مادة elastine the fibers in the extra cellular matrix الفيبرز موجودة طبعا في الماتريكس اللي هو محيط بالخلايا خارج الخلايا extra يعني خارج الخلايا and are produced by fixed connective tissue cells ومصنوع طبعا من خلايا محددة وسبتة اللي بيسموها الفايبرو بلاستس يبقى الفايبر مصنوع من الفايبرو بلاستس أو الفايبرو سايدس الكلاجين فايبرز اول نوع الكلاجين فايبرز الياف الكلاجين white fibers made up of protein cold مصنوع من مادة الكلاجين bundles موجودة في حزم not branched يبقى دي موجودة في حزم ولا تتفرع لا تتفرع tough fibers يعني الياف قوية صلبة not stretchy لا تتمدد لا تتمدد لكن flexible عندها نعمل مرونة لكنها لا تتمدد زي ده عبارة عن fibers و bundles موجودة بالشكل ده تعرف على طول ان ده الكلاجين fibers الياف الياف صفراء made up of routine called elastin مصنوع من اللاستين روتين اللاستين single تبقى مش branched مش bundles التانية كانت bundles not branching ده single فرادة and branching يبقى دي فرادة تتفرع وتتشابك لكن الالياف البيضاء موجودة بحزم لا تتفرع ولا تتشابك single branching fibers stretch قلنا هناك not stretchy ده elastic يعني ده ممكن تتمدد لكن التانية كانت flexible not stretchy ده stretch and elastic وبالشكل ده الموجود الالياف الرفاع خارج دي هي elastic fibers الموجود فيه الشكل ده عبارة عن white fibers اللي هي الكلاجين fibers النوع التالت اللي هو reticular fibers الياف شبكية او برضو white fibers اللي هي لانها مصنوعة من الكلاجين لكنها تبقى most thinner يعني thinest fibers in the connective tissue and this is highly branched highly branched لشان كده بتكون like network الشبكة وده بيسموا الورغانز الموجودة الورغانز وده بيسموها الريتوكلر fibers او الالياف الشبكية بالشكل ده الفراغات بتبقى صغيرة لكنها كتيرة بالشكل ده عشان كده بتقول عليه الريتوكلر آآ